بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبيه وآله وسلما تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا المحلال بعد أن شربت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطون كذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وغربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلك برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فاجبته وجعلت ذلك عليهم وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا وبعض أولدته من غير أغب وآتيته البينامات وأيته بروح القدس وكل شرعت له شريعا ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولألا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذلما ونخزا إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد اللهم صلى الله عليه وآله فكانك من تجبته سيدا من خلقته وصفوتا من اصطفيته وأفضلا من اجتبيته وأكرم من اعتمدته قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراغق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالروعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانيك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعليون مولاه اللهم واليه من والاه وعاديه من عاداه وانصور من نصره واخذل من خذله وقال من كنت أنا نبي فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأحله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بوابه ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعليون بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عدارتي وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون من بعدي ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون من بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العماوة وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبقه بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وترى في صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاصطين والمارقين ولما قضى ونحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثى الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقتله مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولديه إلا القليل ممن وفاوا لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبيا من سبي وأقصيا من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندوا بالنادبون ولمثلهم فلتذر في الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسنون أين الحسن أين أبناء الحسن صالحون بعد صالح وصادقون بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخير أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعدوه لقطع ذابري الظلمة أين المنتظروه لإقامة الأمت والعواج أين المرتجا لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محي معالم الدين وأهله أين قاصموا شوكة المعتدين أين هادموا أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصدوا فروع الغي والشقاق أين طامسوا آثار الزيغ والأهواء أين قاطعوا حبائل الكذب والإفتراء أين مبيد العدات أين مبيد العتات والمرداء مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتاه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشروا راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافتراء أين المضطر الذي يجاب إذا دعاء أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغرى وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماء يابن السادة المقربين يابن النجباء الأكرمين يابن الهدات المهديين يابن الخيرت المهذبين يابن الغطارفة الأنجبين يابن الأطايب المطهرين يابن الخضارمة المنتجبين يابن القماغمة الأكرمين يابن البدور المنيرة يابن السرج المضيئة يابن الشهب الثاقبة يابن الأنجم الزاهرة يابن السبل الواضحة يابن الأعلام اللائحة يابن العلوم الكاملة يابن السنن المشهورة يابن المعالم المأثورة يابن المعجزات الموجودة يابن الدلائل المشهودة يابن الصراط المستقيم يابن النبأ العظيم يابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يابن الآيات والبينات يابن الدلائل الظاهرات يابن البراهين الواضحات الباهرات يابن الحجج البالغات يابن النعم السابغات يابن طهاء والمحكمات يابن ياسين والذاريات يابن الطور والعاديات يابن من دلاء فتدلاء فكان قاب قوسيني أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أب رضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا أن ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلوا منا بنفسي أنت من نازح مع نزحا عن نوا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمنين ومؤمنتين ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلا متى أحار فيك يا مولاي وإلا متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورا عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى هل من معين هل من معين فأطيل معه العويل والبكار هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذاة هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحضى متى نردو مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراوحك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملاء وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتات وجحدت الحاق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيفين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش يستوى ومن إليه الرجع والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكري بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا واجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك صل على اللهم صل على محمد وآلي محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغار وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من اصطفيت من آبائه البرر وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحظ به الباطل وأدل به أولياءك واذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذوا بحجزتهم ويمكثوا في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته ومن علينا برضاوه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة واذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيما نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريان رويا هنيئا سائغا لا ضمأ بعده يا أرحم الراحمين موسيقى موسيقى